حاجة جميلة حاجة رائعة حابب أتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا نهاردة الصبح الحقيقة أقيم مؤتمر قادرون باختلاف بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيعمل حساب وتقدير لكل شيء بالنسبة طبعا لإخواتنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة مبادرة راقية جدا وتدل على أهمية دور كل فرد في المجتمع وده الحقيقة من ضمن المشروعات اللي بتعملها دايما الجمهورية الجديدة خلال هذه الفترة النهاردة الواحد كان قاعد بيتفرج على هذا التفاعل من إخواتنا وأولادنا من ذوي الهمم الواحد فعلا دموعه نزلت من كل اتجاه يعني حضراتكم لنا قد إيه النهاردة كنا متأثرين بهذه الاحتفالية الرائعة قد إيه احتفالية قادرون باختلاف اللي أقيمت فعلياتها النهاردة الصبح درس قوي جدا 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 لكل فرد في هذه الأسرة المصرية أو عائلة المصرية الكبيرة جدا السيد الرئيس النهاردة قد لكل دول العالم أو دايما بيدي على أو بيدي ضوء على أهمية وتعظيم دور دول إحتاجات الخاصة في المجتمع وأهمية الاستفادة من قدراتهم ومواهبهم لأنهم بالفعل موهبين الناس دول حاسين بيهم ولمسين الحنية وتقدير السيد الرئيس ليهم برغم كل المشاغل وخطة التطوير اللي بيحملها أو اللي بيحملها السيد الرئيس فوق عناقه إلا أن ده مش شيء يخليه ينسى أنه يحتفل بيهم كل سنة ويكون دايما متواجد معاهم في وسطهم عشان كده ربنا دايما ما يحرمنا من هذه الاحتفالية الرائعة الحقيقة وكل شيء جيد وكل شيء رائع الحقيقة شفنا النهاردة قد إيه احتفالية رائعة بكل المقاييس كمان بيظل النادي الأهلي هو صاحب الدور الوطني والمجتمع الأبرز في الرياضة المصرية والتأكيد على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بدوي الهمم اللي بيمثله جزء مهم من مستقبل الوطن لأنه النادي الأهلي الحقيقة له دور مجتمعي واضح في كل هذه الأمور ودايما النادي الأهلي بيلبي مطالب دوي الهمم بالانضمام لفرق النادي الأهلي المختلفة سواء في السباحة زي ما شفتوا حضراتكم السنة اللي فاتت أو في ألعاب القوة أو في أي لعبة الحقيقة لدوي الاهتمامات أو دبي الهمم والعمل على تلبيت كل ما يخص هذه الأمور النادي الأهلي دائما ما بيكون حريص على التعاون بشكل كامل مع كافة مؤسسات الدولة وفقا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده في النهاية بيخدم مصلحة الوطن على الفور النهاردة كلف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كل من الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي كابتن عجمي رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة باستقبال الشاب محمود أحمد من أصحاب الهمم وبطل ألعاب القوة لتحقيق رغبته في ممارسة رياضة المفضلة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة استجابة لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللي كان حريص على لقاء ذوي له الهمم لمسندتهم وتلبية كل احتياجاتهم ورفع روحهم المعنى والدكتور